لم يهدئ الوضع السياسي في شمالي العراق منذ أسابيع بعد أن تصاعدت أزمة انتخابات كردستان العراق بسبب الجدل الدائري بشأن موعدها ودخول واشنطن وطهران على خط الأزمة حراك خارجي لزعيمي الحزبين الرئيسين سعيا لحشد المواقف المؤيدة لموقف كل طرف منهما حيث زار رئيس كردستان العراق والقيادي في الحزب الديمقراطي نجرفان البارزاني طهران والتقى خلال زيارته التي استمرت يومين بعدد من القيادات السياسية وقيادات في الحرس الثوري الإيراني بموازاة ذلك وصل زعيم حزب الاتحاد الوطني باذل طالباني إلى واشنطن في زيارة لم يعلن عنها مسبقا وعقد سلسلة لقاءات كان أبرزها لقاء مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط باربرا ليف ومنسقة الخارجية الأمريكية لشؤون الإرهاب إليزابيث ريشارد وينظر إلى حراك الحزبين الغريمين على أنه مرتبط بالأزمة السياسية بين أربيل والسليمانية المتعلقة بالانتخابات بعد أن قرر الديمقراطي الكردستاني مقاطعتها وسط إصرار خصمه الاتحاد الوطني على المضي بها وفضلا عن المشاكل التي ما تزال عالقة مع الحكومة في بغداد فإن الزيارتين ترتبطان أيضا بقضايا أخرى كثيرة وشائكة مثل الوجود العسكري الأمريكي والقصف الإيراني وملف ميليشيا حزب العمال الكردستاني وما يزيدها صعوبة هو الانقسام الكردي الحالي بين الحزبين الرئيسين وبينما يسعى الحزبان المتنافسان على السلطة في كردستان العراق إلى ضمان موقف دولي وأقليمي مؤيد لموقف كل طرف منهما ينظر الشارع العراقي هناك إلى هذه التحركات على أنها تندرج ضمن الصراع على المناصب وأنه كان ينبغي التوافق داخليا قبل التوجه للخارج ما يعني أن الحراكة السياسية الحالية لقادة أربيل والسليمانية حراك حزبي يرتبط بمصالح كلا الحزبين وليس لمصلحة كردستان العراق المثقل بالأزمات موسيقى